الحرف ده صوته مش حرف الألف المكسورة بالعربي زي ما انت ملاحظ الكسرة خفيفة جدا وبفتح بقي فيها بالطريقة اللي انت شايفها دي قول تاني معايا وافتح بقك بنفس الطريقة إنما الكسرة اللي تعتبر قريبة جدا من الكسرة العربي هي الحرف ده حرف الأي صوته هتلاحظ إن شكل بقي بقى واخد وضعية الابتسامة وما بيفتحش التحت قريبة جدا من الكسرة اللي بالعربي إيبقى إذن حرف الأي بيعمل صوت وحرف الأي بيعمل صوت تمام هعرض لك شوية كلمات نتضرب عليهم ولاحظ جدا المديس مكسورة قريبة جدا من العربي وببقى مبتسم زي ما انت شايف كده إنما دي دي اسمها كسرة خفيفة جدا وبفتح بقي فيها بدرجة صغيرة طيب الكلمة دي بيت 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 مبتسم فيها شوية إنما دي بات 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 الكلمة دي ليت 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 مبتسم فيها إنما دي لات 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 فتحت فيها بقي طيب تعال نشوف تمرين كده وحل معيه هاقول كلمة وعاوزك تختار أنت سمعت صوت حرف الاي إ ا ا ولا صوت حرف الاي ا ا جاهز؟ يلا بينا أول حاجة سيك سيك ها أي واحد فيهم؟ الإجابة د قلنا سيك مكسورة شوية طيب اسمع كلمة تانية ها أي صوت هنا؟ الإجابة ده قلنا لافت مش مكسورة قوي طيب لو كسرتها بقى وقلتلك ليفت ها ده صوت إيه؟ الإجابة ده ليفت مكسورة تمام دلوقتي هطلب منك تتهجأ الكلمات اللي هقولها بناء على إيه اللي هتسمعوا مني هقطع لك كل كلمة لأصوات وهطلب منك تكتبها هاتورع وقلم وكتب اللي تسمعوا ونشوف هل تهجيت الكلمة صح ولا لا أول كلمة اكتب منت منت ما انت منت هل كتبتها كده؟ تلاحظ أني قلت ما انت منت مكسورة تمام بعد كده اكتب الكلمة دي باند باند با ا مند باند ها هل كتبتها كده؟ الكسرة خفيفة جدا بنقول با ا اند باند طيب بعد كده اكتب سيب س ا ب سيب هل كتبتها كده؟ تلاحظ أن الكسرة زهرة زي العربي والصوت هنا ب ب مش الصوت العربي بتاع البي طيب واخر كلمة اكتب فاست فاست ا س فاست ها هل كتبتها كده؟ كسرة خفيفة مش زي العربي فاست طيب بس يا سيدي اسيبك بقى تراجع على الكلام ده اشتركوا في القناة س 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة